شكراً لكم. زي ما عودناكم مشاهدينا ببرنامجنا من خصص لمواضيع وعنوين للترند الأكثر تداولاً على مواقع السوشال ميديا. أول خبر معنا لليوم رح ياخدنا للعراق وهو ثلوج العراق. طبعاً استيقظ سكان بغداد على سقوط كفيف للثلوج اللي غطى معظم شوارع المدينة والحدائق وأكيد أسطح البنايات. في كتير أطفال كانوا كتير مبسوطين بهالخبر خاصة اللي أعمارهم 12 سنة و 10 سنين كانوا لأول مرة بحياتهم بيشوفوا التلج. طبعاً معنا الصورة من العراق وأدي الموضوع غريب على كتير أطفال انبسطوا بالتلج. بعد هيك رح نروح لخبرنا الثاني ونحكي عن فواتير الكهرباء. فواتير الكهرباء أكيد أغلب المواطنين إذا مش أكترهم مزعجين من ارتفاعها. ولقينا أنه فواتير الكهرباء كانت الترند واضح على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي علقوا كتير أشخاص وكانوا مستقين جداً من الارتفاع. معنا ناخد فيه هيك أكمن تعليق حابين نقرأوا معاكم سوا. مثلاً علي كاتب فاتورة الكهرباء من 38 دينار نطط ل 66 للعداد الأول. ومن 67 ل 122 للعداد الثاني. التدفئة على الغاز مش هتزبط معي. أحسبها أهم شي إنها نطط. زعلان علي كتير على ارتفاع الفاتورة. صبري كمان فاتورة الكهرباء قفزت من 60 ل 173 دينار. أنا غير مقتنع. نشوف التعليق اللي بعده. عثمان فاتورة الكهرباء أصبحت كابوس في نهاية كل شهر. الله يستر على المية. التعليق اللي بعده خالد بيقول الارتفاع الحقيقي لازدياد فاتورة الكهرباء في الوضع الطبيعي هو إنه عداد الكهرباء في البيوت بيسجل قيمة الاستهلاك بالكيلو وتكمن المشكلة في شدة التيار الكهربائي. ناخد كمان تعليق في رأس بيقول الأكارم بعد ارتفاع ما بدي يستقبل حدا فارس لا حدا يرن على الجرس إحنا كل خمس دقايق بنفتح الباب. والله وأنا كمان فاتورة إجت عندي مرتفعة الدبل فلازم أعلق معهم تعليق وأكون عن جد علانة. بعد هيك رح نروح لألمانيا و الله يعينها على مصائبها. يعني آخر مصائبها لا هي مشكلة بطالة ولا تغير مناخي ولا حتى مشكلة لاجئين. مشكلتهم إنه ما في مكان يخزنوا الأموال النقدية. يعني مشكلة صراحة عويصة كتير وهم بحاجة لمساعدات خارجية لحتى يأمنوا لهم أماكن لحتى يخزنوا هالأوراق النقدية. شو رأيكم إبراهيم وكاثي عندكم مكان لتخزين الأموال؟ شوفي الله يجعلها أكبر المصائب. يا رب يجي علينا اليوم ما نعرف شوين نودي مصارينا. شوفين؟ لا أنت أنا اللي كمان الفواتير الكهرباء. هم يعني شو بدي أحكي لك بش بدنا إحنا بنعاني مثلا بحكي لك وزن زايد وبدنا نحرق السعرات الحرارية. فهم الكهرباء عملت هيك عشان أنت تلعب رياضة وتحرك وتحرك دور الدموية. لا إيش البعزقة بالكهرباء ووفروا كهرباء وحبوا رياضة. كاثي هلأ رح نذهب مع تقرير وكلنا بنعرف أدي الرياضة بتعلي الطاقة الإيجابية عندنا وبنكون بأحسن مود. رح يكون معانا غسان لحتى يعطينا تمارين الكارديو والكيكس بوكسينج.